بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء التي إذا طارت عليه أفسدته وهي كالتالي أولا ما خرج من السبيلين من القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح أو مذي أو مني أو ودي ثانيا النوم أو الجنون أو الإغماء ثالثا أكل لحم الإبل رابعا مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل هذه نواقض الوضوء التي إذا طارت عليه أفسدته هذا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد